يشتكي الكثير من الطلاب في مختلف دول الابتعاث من القضايا المتراكمة لدى وزارة التعليم العالي والتي على مدى أربع سنوات لم تقدم حلولاً جذرية لها يعاني الطلاب من عدم انتظام صرف مستحقاتهم وتأخيرها يتهم الطلاب وزارة التعليم العالي بالتعمد في تأخير مستحقاتهم بحيث تصبح ربعين فقط في السنة بدلاً من أربعة فتصرف مستحقات ستة أشهر من كل سنة بينما موازنة الوزارة معتمدة ومقرّة من مجلس الوزراء تأخير مستحقات الرسوم الدراسية يعقد وضع الطلاب أكثر أمام الجامعات ويعطي صورة سيئة عن الطالب اليمني في دول الابتعاث كما يقولون كما يشتكي الطلاب بما يسمونه الانتقائية في اعتماد الرسوم الدراسية حيث يتم اعتماد رسوم أصحاب الوساطات وأبناء المسؤولين مشكلات أخرى يواجهها الطلاب المبتعثون كعدم صرف بدل تذاكر الخريجين لمدة أربع سنوات طلاب الاستمرارية أيضاً يعانون من الإهمال الحكومي حيث قامت وزارة التعليم العالي بإيقاف قرار اعتمادهم واستقبال ملفات المتقدمين للمنح في الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث وفي الوزارة بينما يتم ابتعاث عدد كبير من الأسماء مع كل ربع بمعايير غير واضحة يتهم الطلاب القائمين على المنح بتقاضي مبالغ مالية لا تقل عن 2500 دولار مقابل اعتماد كل منحة ويأتي هذا بضوء أخضر من قيادة الوزارة بحسب الطلاب تتعمد وزارة التعليم العالي عدم نشرك شوفات المستحقات المالية بشكل شفاف وواضح كما كان في السابق نظراً لإضافة أسماء كثيرة من أبناء المسؤولين وأمام هذا الكم الهائل من الفساد ورغم كثرة مناشدة الطلاب لم تحرك الحكومة ساكناً تجاه هذا العبث